السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله في هذا الفيديو سيكون مختلف عن الفيديوهات التي نعملها في القناة لا سأدخل أشرح لك شيء لا، سأشرح لك تجربة العملية في كيف أجد شغل كفرانتين ديفولبر وهذا الشغل هو ريموت جوب يعني وظيفة عن بعض صلوا بينا عن نبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يعرفنيه أنا كريم محمد لسه أتخرج حاليا من جامعة كومبيوتر ساينس ويشغل كفول تايم جوب كفرانتين ديفولبر مع شركة عكار ماب تمام كده؟ السؤال ممكن يجي في دماغك في الأول حاجة كده أنت دلوقتي يشغل فول تايم ليه تقدم على وظيفة تانية اللي جاب على السؤال ده ممكن تختلف من شخص للتاني على حسب ظروفك وعلى حسب انت بتارجت ايه بالزبط ممكن عايز تروح لوظيفة أعلى أو جوب أفر أعلى أو عايز تزود دخل بتاعك أول حاجة عملتها إن أنا جهست السيفي بتاعي عرضت فيه البروجيكس أو المشاريع بتاعتي بطريقة كويسة وعرضت فيه السكيلز بتاعتي بناء على الفيلد اللي أنا بقدم فيه يعني أنا بقدم كفرانتيند يبقى لازم أي حاجة يشوفها تكون متعلقة بي الفرانتيند طيب جهست السيفي بتاعي وبعد كده دخلت على مواقع التوظيف زي لينكت إن أو وظف وهكذا طيب دخلت على لينكت إن شفت الوظيف طبعا لينكت إن بيهتم بي الفيلد بتاعك يعني أنت مثلا لو فرانت إن فهيجب لك الوظيف المتعلقة بك أنت لو أنت باك إند وهكذا طيب لقيت وظيف كتيرة في لينكت إن قدمت فيهم كلهم مفيش مشكلة بس خد بالك أنا بطارجت هنا الريموت جوب يعني الوظيفة عن بعض يعني انفعش مثلا او هايبرد تمام طيب حلووي لقيت فيه وظيفة معينة مثلا ريموت جوب قدمت فيها مفيش أي حاجة مقدمتش فيها قدمت على الوظيف المتاحة وتقدر تفلتر بي الديت يعني تقدر تفلتر بي الديت شوف الوظيف المتاحة حاليا تمام طيب حلووي بعد ما خلصت على لينكت إن دخلت على وظف وبصيت على الشركات في وظف إيه هي الجوب أوفرز المتاحة كفرانت إن وريموت جوب تمام يعني وظيفة عن بعض طيب حلو جدا لقيت وظيف كتيرة قدمت فيها برضو عرضت سيفي بتاعي سألوني شوية أسئلة وظف بيسأل شوية أسئلة كده زي الأكسبيكتد سالري زي 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 تخبرنا أن أنت مثلا كويس أو أن أنت مثلا قادر على الجوب أوفر ده وقادر أنك تشتغل فجوابت على الأسئلة ديت في مختلف الشركات اللي أنا قدمت فيها وبعد كده استنيت الرد طبعا في البداية في أول يوم مفيش حد رد علي مفيش أي شركة ردت علي تمام وده المنطقي والطبيعي جدا فيش أي مشكلة في سفات كتيرة بتتبعت بعدها في فترة في شركة منهم كلمتني الشركة دي جاي عن طريق وظف مش لينكت إن أنا مقدمتش تقريبا أن ألا في لينكت إن ووظف فهي جات لي عن طريق وظف لما دخلت على البروفايل تمام بعد كده الشركة دي طبعا مكررة مش في مصر مكررة تقريبا في هولندا نيذرلند تمام وبعد كده بعتوا لي على الإيميل بتاعي التاسك المفروض تطلب مني قبل التاسك المفروض يكون فيه ميتنج تمام فالشخص أو السي أو أو السي تي أو بتاع الشركة وتفر إيه هو السي تي أو اللي هو متخصص مثلا الديركتور بتاع التكنولوجي أو السي أو بتاع الشركة اللي هو المانيجر أو اللي ماسك كل حاجة في الشركة يعني اللي هو الفاوندر يعني تمام المهم في حد منهم كلمني محتاجين نعمل ميتنج مع بعض فبعت لي جوجل ميت تمام في رسالة جات لي على الجيميل وبعد كده دخلنا مع بعض ميتنج طيب محتوى الميتنج كان عبارة عن إيه كان عبارة عن إحنا بنتعرف على بعض نسأل على خبرة بعض أنا أسأله أو هو يسألني ونتعرف على الشركة دية إيه هو البزنس بتاعها البزنس بتاعها قايم إزاي أو قايم على إيه تمام كده في تسكاية أو في تسك مفروض مطلوبة منك تعملها من خلال التسك دي هنقيم مستواك عشان تشوف كده إذا كنت انت اكسبت في الجو أفر ده ولا ريجيكتت تمام طيب حلو جدا بعدها بفترة أو بعدها تقريبا بساعة بعتوا لي إيميل تاني في التسك المطلوبة مني التسك كانت عبارة عن إيه كانت عبارة عن أن هما بيجهزوا الداشبورد خاصة بيه البزنس بتاعهم وهم يحتاجين مني أعمل جزء بسيط من الداشبورد دي يختبروا مني حاجتين دايما كده انت لو تقدم على وظيفة كفرانتين ديفيلبر فهو بيختبرك في حاجتين مهمين جدا أول حاجة هي اليو آي أو اليوزر انترفيس كدرتك في زي تحول الدزاين لي اتش دي مال كود ان انت تكتب كود تمام طيب فهو هنا بيختبر ازاي تقدر تنفز اليو آي وتطلع الايه الاشكال اللي انت بتشوفها فيه المواقع بطريقة كويسة تمام وتهتم بالبيكسل وتهتم بالرسبونسف والحاجات دي كلها تاني حاجة بيختبرك فيها هي اللوجيك ازاي تتعامل مع الاي بي اي اي او الاند بوينتز ازاي تكلم الباك اند وتتواصل معي طبام طيب حلو اوي فهو ده محتوى التاسك التاسك كان عباره عن داشبورد تمام الجزء بتاع الفرونت اند كان بيمثل نيكت جي اس اللي هو الريدي الرياكت تمام والجزء بتاع الباك اند هو اللي استخدم الفاير بيز مفيش اي مشكلة تمام يبا احنا ممكن استخدم الفاير بيز عادي في الباك اند ونكاري الداتا بيز ونتعامل معه مفيش مشكلة طيب عملت سيتاب للبروجيكت عادي جدا سيتاب لي نكت جي اس برويكت بدأت ان انا نزل المكتبة اللي انا استخدمها في اللي هي التلوين وبعد كده اتعملت معها فيش اي مشكلة وعملت الي اي مطلوبة مني طيب جينا فيه اللوجيك كريتت الفاير ستور ويتعملت مع الاثنتيكيشن بتاعت الفاير بيز وعملت انتجريت معها وما فيش اي مشكلة ونفست الابليكيشن والحمدلله طيب حلو قوي بعدها بشوية البيزنس طبعا كان عباره عن ايه خلينا احكي لك س فيه ميتنجس مثلا فيه حد محتاج يتعلم لغة ففيه ليرنرز متعلمين يدخلوا يقدروا يبراكتس لانجوش مع بعض يفتحوا زوم ميتنج مع بعض وهكذا دي فكرة البزنس باختصار طيب حلو قوي هم طبعا كان عندهم موبايل ابليكيشن شغال قريديو بيكسبوا منه وفيش اي مشكلة طبعا الشركة دي ستارتوب طبعا ازاي تعرف شركة ستارتوب من الشركة اللي هي الانترناشنال وكده ده خلينا في فيديو تاني نقولها طبعا طيب الشركة دي ستارتوب و برا مصر ويتحاول تفتح بيزنس وتكبر في البزنس بتاح طيب حلو قوي طبعا عشان تعرف شركة دي بتكسب ولا لأ فبتتطع على البرفايل بتاحها وتسأل الناس اللي شغالين في الشركة ديت بعد ما عملت الطاسك المطلوبة مني عملت الريبلاي على الايميل بتاع الطاسك وقلت له ان انا الطاسك كده ضان بالنسبالي وعملت شوية نوتس او شوية ملاحظات كده تفهموا ان انا ايه الحاجات اللي انا عملتها في البروجيكت طبعا يعني انا كتبت شوية نوتس كده وقلت له انا عملت مثلا هندلي الاثنتيكيشن بتاعت الاب الروتس الموجودة الحاجات المتعلقة تعملت مع اليو اي ازا اعملت الموقع وهكذا طبعا يعني اتكلمت على انا عملته بالزبط طيب حلو جدا بعدها تقريبا بساعتين رد علي قال لي ان انت اكسبت بالجوب اوفر او تقريبا هو رن علي كل بس انا مردتش عليه مخدتش بالي من المكالمة بعد كده ايه دخلت شك على الايميل لقيته بعيتلي الجوب اوفر بقى كله كامل بكل حاجة طبعا طيب حلو جدا معناه كده ان انا مردت انا اكسبت فعلا في الجوب اوفر طيب جميل جدا بعدها في فترة المفروض ان انا دخلني بقى لي الكمبني والشركة ديت ازاي هما بيكمونيكيت مع بعض ازاي بيتواصلوا مع بعض وازاي الشغل شغال ايه هي المثيديولوجي اللي هما شغالين عليها واعرفني على كل حاجة طيب ده كده باختصار ازاي انا تجربتي في ازاي اقلائي شغل طيب دلوقتي انا محتاج اوضح لك شوية مفاهيم تكون مركز معي فيهم كويس جدا عشان تقدر تحصل على الوظيفة ديته طيب حلو اول حاجة هو انك تهتم بالسيفي بتاعك كويس جدا السيفي هو شكل بتاعك وخبرتك اي حاجة متعلقة بيك حطها في السيفي بس بشكل منظم بشكل بروفيشنات عشان اللي بيقرر السيفي ياخد باله من مستواك ويعرف يقيمك صح المشاريع بتاعتك تكلم عليها بشكل مظبوط حط المشاريع القوية ما تعملش ديبليكيت للبروجيكس يعني افكار المشاريع ما تكونش قريبة من بعضها السكيلز بتاعتك اكتب السكيلز اللي انت فاعلا في ميليار بيها ما تكتبش اي حاجة تانية الحاجات الم متعلقة ببعضها يعني ينفعش مسلا انا كونش غال في الويد اكتب له حاجة تانية في المشاريع ما ينفعش الكلام ده تمام طيب حلو جدا تاني حاجة تاخد بالك منها هي الاسئلة اللي بيسهلها لك في الانترفيو تعرف تجاوب عليها بشكل مظبوط وفي سؤال كده وسأله لي صراحة محدش سأله لي قبل كده هل انت تقدر تتعلم تكنولوجيس مختلفة يعني ايه الكلام ده ايه هو الليرنين كيرف بتاعك الليرنين ازاي تقدر تتعلم تكنولوجي جديدة وتستخدمها في الاب يعني الابليكيشن محتاجي التكنولوج دي قدامك وقت قديه عشان تتعلمه اللي جاء على السؤال ده بتختلف من شخص لتاني بس اجبت انا قلت له ايه ان انا اقدر اتصال مع اي تكنولوجي عادي جدا قال لي ازاي بتقدر تذكر التكنولوجي دي ازاي بتقدر تتعامل معها او زاي بتتعلميها تكنولوجي جديد عليك فده كانت نوعية الاسئلة من الشخص ده بعد كده سأل شوية اسئلة عادي جدا ازاي تتعامل مع الم pierwszeك مثلا الاسرة عندك مشي عاملة ازاي بتتعامل معه ومشوية اسئلة كده ايه? احيانا يعني الناس مش بتركز عليها قوي بتركز على الجانب التكنيكا الاكتر بس برضو هو سألني الاسئلة دي. طيب في النهاية حبيب اقولك ان انت اهم حاجة تركز عليها هو المشاريع المشاريع اللي انت بتعمله من غير براكتس مش هتقدر تعمل اي حاجة. يعني من غير مشاريع ما انت بتعمله مش هتقدر تحصل على الوظيفة. لان المشاريع دي هي فعلا اللي بتقيم مستواك هي فعلا اللي بتخليك قادر ان انت تطلع منتج العميل ياخده منك يجيب منه فلوس يقدر يفتح منه فهو المطلوب منك ان انت تقدر تطلع تطلع منتج وعشان تطلع منتج يبا انت محتاج او محتاج تعمل مشاريع قوية تكون فاهمها فعلا مش مجرد مشاريع كده وخلاص طبقتها ورا لا هو المشاريع دي انت فاهمها كويس جدا وفاهم كل سطر كود مكتوب فيها بتمنى لكم التوفيق دايما واشوفكم بخير في فيديوهات جديدة وبتمنى الفيديو داي يكون عجبكو والسلام عليكم